حكومة اختصاصيين لستة أشهر بوضوح لا لبس فيه حدد سعد الحريري شكل حكومته من دون أن يتحدث عن وزراء مستقلين وذلك في ختام يوم طويل من الاستشارات النيابية هذه الحكومة ستكون حكومة اختصاصيين لحتى نقوم بالعمل السريع على حسب الورقة الإصلاحية الفرنسية مش معناتها أنه نحنا وصلنا لمحال مزدود لا قادرين نطلع من محال ما نحنا فيه يمكن ياخد وقت أكيد بياخد وقت ولكن علينا أنه نقوم بواجبنا ليش عم نقول لحكومة ستة شهر لأنه لحكومة ستة شهر إذا ما بتحط هدف لمدة لفترة زمنية نحنا ما حنوصله لازم نحدد لحالنا أهداف ولازم نشتغل حتى نوصل لهذه الأهداف وأنا وعدي مني لإلكم أنه أنا بالنسبة لهذه الأهداف كل إصلاح موجود بالورقة الفرنسوية مش حزيح عنها وعفل الناس لحتى نوصل لهذه الإصلاحات اللقاء الذي خطف الأضواء كان بين الحريري وجبران باسيل مترقسا وفي التكتل لبنان القوي بين الرجلين صفحة جديدة وهناك مواد شخصية بينهما واتفاقا على التعاون لتنفيذ البرنامج الإصلاحي بهذا الانطباع خرجت مصادر نيابية مشاركة من الاجتماع ومعلومات الو تيفي تشير إلى أن اللقاء الأول بعد قطيع استمرت منذ استقالة الحريري استهله الرئيس المكلف بكلام إيجابي توجه به للتكتل فأبلغهم رغبته بالتعاون لإنجاح المبادرة الفرنسية واستعادة الثقة الدولية وقال نحن لما منتفئ مننجح وتابع مؤكدا الرغبة بالاتفاق مع الرئيس عون فرد باسيل اللي بتتفئ عليه مع الرئيس عون نحن منمشي فيه ودورنا لن يكون إلا مسهلا أما مطلبنا الوحيد فوحدة المعايير صحيح أن أي لقاء ثنائي لم يعقد بين الطرفين إلا أن مصادر قريبة من الرئيس برري قالت للأو تيفي أن السبب بروتوكولي فقط كون هذا النهار مخصص للاستشارات وبالتالي لا شيء يمنع عقد هذا اللقاء الذي يعمل عليه برري في الساعة المقبلة ما في مشكلة شخصية إطلاقا وبالنسبة لقلنا المنحة الشخصية هو عامل إيجابي ومساعد بتقريب وجوهات النظر تانيا نحن إيجابيين لأقصى الحدود وبيهمنا تشكيل حكومة بأسرع وقت ممكن لتقوم هالحكومة بمهمة الإصلاحات المطلوبة نحن ما طرحنا أي مطلب أو شرط سوى أنه طبيعة الحال يكون في معايير واضحة وواحدة محددة وموحدة لكل الأطراف نحن منطالب أن تكون تكنوسياسية بمعنى أنه يكون في إلاء الدعم السياسي بس تكونوا وزراءة قادرين هذا الأهم ولو عندهم دعم سياسي الأهم يكون عندهم قدرة بالاختصاص بالكفاءة ولكن الأهم والأهم بالتجربة على الإنجاز السريع الحديث عن وحدة المعايير ترافق مع تأكيد مصدر النيابي في جتلة الوفاء للمقاومة للأو تي في أن الرئيس الحريري بات مسلما بحق الثنائي الشيعي في تسمية وزرائه على أن يكونوا من أصحاب الاختصاص وغير الحزبيين نحن أكدنا على ضرورة التوجه للتفاهم مع كل الكتل والقوى السياسية والنيابية في هذا البلد نصحنا بأن لا يذهب إلى الحكومة المصغرة وأنه يعطي لكل وزير حكومة بتصير الحكومة بحجم 22 أو 24 وزير كتلة نواب الأرمن التي تحدث باسمها أجوبا كرادونيان لمست عند الحرير الانفتاح ومد اليد والحوار مع الجميع أما القوات وإزاء هذا الجو الإيجابي فظلت على الضفة الأخرى محذرة الحريري من السير باتفاقيات تحول حكومته إلى حكومة حسان الدياب ثانية أما كتلة اللقاء الديمقراطي وبعد المطالبات المعروفة لوليد جونبلاط بحقيبتين وزينتين فاكتفت اليوم بالحف على الإسرع بالتشكيل من دون عرقلة لا مطالب لدينا ولا شروط ونريد الإنقاذ وتنفيذ الإصلاحات عبارة شبه موحدة تكررت على لسان الجميع ليبقى الأساس واحدا إذا صدق جو اليوم الإيجابي فهذا يعني أن قطار التأليف يسير سريعا وسريعا جدا أما إذا لم يصدق وكانت محاولات إقصائية فالحريري سيبقى رئيسا مكلفا وحكومته لن تبصر النور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر